بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم أعزائي طلاب الصف الثاني عشر المسار الأدبي أهلا وسهلا بكم في مادة التاريخ ودرس جديد بعنوان القضية الفلسطينية خلفياتها التاريخية حتى عام 1948 الجزء السادس أهداف الدرس يتوقع من الطالب في نهاية الدرس أن يكون قادرا على أن أولا يبين أسباب الثورة الفلسطينية الكبرى من عام 1936 إلى العام 1939 ثانيا يوضح أحداث المرحلة الأولى من الثورة الفلسطينية الكبرى ثالثا يذكر عوامل تراجع الثورة الفلسطينية الكبرى في العام 1939 لقد ذكرنا أعزائي الطلاب في الدرس السابق عن مقاومة الشعب الفلسطيني للاستعمار البريطاني والهجرات اليهودية وذكرنا بأنه مرت أحداث المقاومة الوطنية حتى قيام الحرب العالمية الثانية بثلاثة أحداث مهمة وهي أولا ثورة عام 1920 ثورة البراق في عام 1929 والثورة الفلسطينية الكبرى في عام 1936 كما ذكرنا أعزائي الطلاب عن مطالب الحركة الوطنية الفلسطينية حتى الحرب العالمية الثانية وكانت مطالب الحركة الفلسطينية أولا إلغاء ما جاء في وعد بالفور ثانيا وقف الهجرة اليهودية ثالثا وقف نقل الأراضي العربية لليهود رابعا إقامة حكومة فلسطينية منتخبة خامسا التفاوض مع بريطانيا للحصول على الاستقلال إلا أن بريطانيا رفضت مطالب الحركة الوطنية كما ذكرنا أعزائي الطلاب عن أسباب ثورة البراق في عام 1929 والتي تمثلت بالدعاء الصهاينة أن حائط البراق من الأماكن المقدسة عندهم ورفع العلم الصهيوني أمام الحائط وزيادة المستعمرات الصهيونية وتسليحها في مواجهة العرب وذكرنا أعزائي الطلاب عن نتائج ثورة البراق في عام 1929 والتي تمثلت أولا فرض عقوبات على القرى والمدن الفلسطينية ثانيا ملاحقة قادة الثورة وإعدام بعضهم وسجن البعض الآخر ثالثا أدرك العرب أن صراعهم يجب أن يكون مع الاستعمار البريطاني وليس ضد المشروع الصهيوني فقط مقاومة الشعب الفلسطيني للاستعمار البريطاني والهجرات اليهودية ذكرنا فيما مضى أعزائي الطلاب عن ثورة عام 1920 وثورة البراق في عام 1929 وسنتحدث اليوم عن الثورة الفلسطينية الكبرى من عام 1936 إلى العام 1939 شكل الشيخ أمين الحسيني اللجنة العربية العليا والتي قادت الثورة الفلسطينية الكبرى في الفترة من عام 1936 إلى العام 1939 والتي تعد من أعظم الثورات في تاريخ فلسطين لأنها عبرت عن روح التضحية والإصرار على الحقوق فما هي أسباب الثورة؟ وما هي أحداثها؟ وما هي العوامل التي أدت إلى تراجعها في العام 1939؟ هذا ما سنتعرف إليه اليوم إن شاء الله الهدف الأول يبين أسباب الثورة الفلسطينية الكبرى من عام 1936 إلى عام 1939 أسباب قيام الثورة الفلسطينية الكبرى لاحظ عزيز الطالب الصور التي أمامك والتي تبين بعض أسباب قيام الثورة الفلسطينية الكبرى وأول هذه الأسباب كما نلاحظ في الصورة زيادة الهجرة اليهودية وخاصة من ألمانيا ثانياً نقل بريطانيا الأراضي العربية لليهود ثالثاً الانحياز البريطاني الكامل لليهود رابعاً رفض قيام حكومة وطنية تعبر عن الشعب الفلسطيني الغلق البنائي للهدف بيّن أسباب الثورة الفلسطينية الكبرى ويجب أن تكون إجابتك عزيز الطالب أولاً زيادة الهجرة اليهودية خاصة من ألمانيا ثانياً نقل بريطانيا الأراضي العربية لليهود ثالثاً الانحياز البريطاني الكامل لليهود رابعاً رفض قيام حكومة وطنية تعبر عن الشعب الفلسطيني الهدف الثاني يوضح أحداث المرحلة الأولى من الثورة الفلسطينية الكبرى أحداث المرحلة الأولى من شهر إبريل من عام 1936 إلى شهر أكتوبر من نفس العام لاحظ عزيز الطالب الصور التي أمامك والتي تظهر لنا أهم أحداث المرحلة الأولى أولاً الإضراب الشامل لمدة ستة أشهر وهو أطول إضراب يقوم به شعب كامل عبر التاريخ حيث استمر 178 يوماً وامتنع الفلسطينيون عن دفع الضرائب ثانياً مشاركة كل طوائف الشعب الفلسطيني في الثورة وتكوين الحركات المسلحة ثالثاً استخدام بريطانيا أساليب الباطش والإعدامات والسجن لوقف الثورة وإرسال لجنة بل بريطانية من أجل تهديئة الثورة ووقفها ولازلنا أعزائي الطلاب في أحداث المرحلة الأولى من الثورة الفلسطينية الكبرى حيث ذكرنا أن بريطانيا حاولت وقف الثورة الفلسطينية الكبرى وأرسلت لجنة بل التي اقترحت تقسيم فلسطين فما المقصود بلجنة بل البريطانية؟ لجنة بل البريطانية هي لجنة ملكية بريطانية برئاسة اللورد بل جاءت إلى فلسطين بحجة التعرف على شكاوى العرب ومطالبهم وانتهت اللجنة بتقرير اقتراح تقسيم فلسطين إلى ثلاث مناطق المنطقة الأولى دولة يهودية وتشمل الشمال والشمال الغربي لدولة فلسطين كما نلاحظ على الخريطة ثانيا دولة عربية وتشمل الجزء الأكبر من فلسطين كما نلاحظ على الخريطة في اللون الأخضر وثالثا منطقة القدس وبيت لحم تحت الانتداب البريطاني ما موقف العرب واليهود من قرارات لجنة بل البريطانية التي اقترحت تقسيم فلسطين إلى منطقة يهودية ومنطقة عربية ومنطقة تحت الانتداب البريطاني بالنسبة لليهود فإن اليهود وافقوا على قرارات اللجنة لأنها أقرت بدولة يهودية على أرض فلسطين وسمحت باستقبال أي أعداد من المهاجرين اليهود القادمين إلى فلسطين أما بالنسبة للعرب فإنهم رفضوا قرار التقسيم مما جعل بريطانيا تتراجع عن قرار التقسيم واستمرار الثورة الفلسطينية الكبرى حتى عام 1939 الغلق البنائي للهدف السؤال الأول وضح أحداث المرحلة الأولى من الثورة الفلسطينية الكبرى ويجب أن تكون إجابتك عزيز الطالب أولاً الإضراب الشامل لمدة ستة أشهر والامتناع عن دفع الضرائب ثانياً مشاركة كل طوائف الشعب الفلسطيني في الثورة وتكوين الحركات المسلحة ثالثاً استخدام بريطانيا أساليب البطش والإعدامات والسجن لوقف الثورة وإرسال لجنة بيل البريطاني السؤال الثاني قارن بين موقف اليهود والعرب من قرارات لجنة بيل موقف اليهود وافق اليهود على قرارات اللجنة البريطانية أما العرب فرفضوا قرارات اللجنة البريطانية الهدف الثالث يذكر عوامل تراجع الثورة الفلسطينية الكبرى في عام 1939 المرحلة الثانية للثورة من شهر سبتمبر من عام 1937 إلى شهر سبتمبر من عام 1939 مع تجدد الثورة الفلسطينية الكبرى وسيطرتها على مناطق واسعة وزيادة العمليات المسلحة أصدرت بريطانيا كتابها الأبيض الثالث في عام 1939 الذي دعا إلى أولا إيقاف الهجرة اليهودية ثانيا إيقاف انتقال الأراضي العربية لليهود ثالثا استقلال فلسطين خلال عشر سنوات إلا أن الحركة الصهيونية رفضت ما جاء في الكتاب الهدف الثالث يذكر عوامل تراجع الثورة الفلسطينية الكبرى في عام 1939 عوامل تراجع الثورة الفلسطينية الكبرى مع نذر قيام الحرب العالمية الثانية تراجعت الثورة الفلسطينية الكبرى وكانت عوامل التراجع هذه الثورة كالآتي أولاً حل اللجنة العربية العليا وإبعاد بعض أفرادها إلى جزيرة السيشل ثانياً إقالة المفتي الشيخ أمين الحسيني من رئاسة المجلس الإسلامي الأعلى ثالثاً القيام بحملة اعتقالات واسعة ومقتل عدد كبير من قادة الثورة رابعاً الانهيار الاقتصادي الفلسطيني فترة الثورة خامساً استخدام الاستعمار البريطاني كافة وسائل البطش والعقوبات الجماعية الغلق البنائي للهدف اذكر عوامل تراجع الثورة الفلسطينية الكبرى في عام 1939 ويجب أن تكون إجابتك عزيز الطالب أولاً حل اللجنة العربية العليا وإبعاد بعض أفرادها إلى جزيرة السيشل ثانياً إقالة المفتي الشيخ أمين الحسيني من رئاسة المجلس الإسلامي الأعلى ثالثاً القيام بحملة اعتقالات واسعة ومقتل عدد كبير من قادة الثورة رابعاً الانهيار الاقتصادي الفلسطيني فترة الثورة خامساً استخدام الاستعمار البريطاني كافة وسائل البطش والعقوبات الجماعية وفي نهاية درسنا لهذا اليوم دعونا نتذكر أعزاء الطلاب أهم ما جاء فيه حيث ذكرنا عن أسباب قيام الثورة الفلسطينية الكبرى من العام 1936 إلى عام 1939 أولاً زيادة الهجرة اليهودية وخاصة من ألمانيا ثانياً نقل بريطانيا الأراضي العربية لليهود ثالثاً الانحياز البريطاني الكامل اليهود رابعاً رفض قيام حكومة وطنية تعبر عن الشعب الفلسطيني كما ذكرنا أعزاء الطلاب عن اقتراح لجنة بيل البريطانية لتقسيم فلسطين في عام 1937 والتي اقترحت على تقسيم فلسطين إلى دولة يهودية ودولة عربية ووضع منطقة القدس وبيت لحم تحت الانتداب البريطاني كما تعرفنا أعزاء الطلاب على عوامل تراجع الثورة الفلسطينية الكبرى في عام 1939 حيث ذكرنا من العوامل التي أدت إلى تراجع الثورة حل اللجنة العربية العليا وإبعاد بعض أفرادها إلى جزيرة سيشل إقالة المفتي الشيخ أمين الحسيني من رئاسة المجلس الإسلامي الأعلى القيام بحملة اعتقالات واسعة ومقتل عدد كبير من قادة الثورة الانهيار الاقتصادي الفلسطيني فترة الثورة واستخدام الاستعمار البريطاني كافة وسائل البطش والعقوبات الجماعية الغلق الختامي السؤال الأول اختر الإجابة الصحيحة من بين البدائل الآتية أولا أي الشخصيات الآتية تولى رئاسة اللجنة العربية العليا في عام 1935 ويجب أن تكون إجابتك عزيز الطالب ألف أمين الحسيني ثانيا تعتبر من الوسائل التي استخدمتها بريطانيا لوقف وتهديئة الثورة الفلسطينية الكبرى ألف إعفاء الأهالي من دفع الضرائب با وقف الهجرة اليهودية إلى فلسطين جيم إرسال لجنة بيل البريطانية دال الانحياز البريطاني الكامل للعرب ويجب أن تكون إجابتك عزيز الطالب جيم إرسال لجنة بيل البريطانية السؤال الثاني بين أسباب الثورة الفلسطينية الكبرى من عام الف وتسعمائة وستة وثلاثين إلى العام الف وتسعمائة وتسعة وثلاثين ويجب أن تكون إجابتك عزيز الطالب أولا زيادة الهجرة اليهودية خاصة من ألمانيا ثانيا نقل بريطانيا الأراضي العربية لليهود ثالثا الانحياز البريطاني الكامل لليهود رابعا رفض قيام حكومة وطنية تعبر عن الشعب الفلسطيني السؤال الثالث أذكر عوامل تراجع الثورة الفلسطينية الكبرى في عام الف وتسعمائة وتسعة وثلاثين ويجب أن تكون إجابتك عزيز الطالب أولا حل اللجنة العربية العليا وإبعاد بعض أفرادها إلى جزيرة سيشل ثانيا إقالة المفتي الشيخ أمين الحسيني من رئاسة المجلس الإسلامي الأعلى ثالثا القيام بحملة اعتقالات واسعة ومقتل عدد كبير من قادة الثورة رابعا الانهيار الاقتصادي الفلسطيني فترة الثورة خامسا استخدام الاستعمار البريطاني كافة وسائل البطش والعقوبات الجماعية أعزائي الطلاب من خلال تطبيق مايكروسوفت تيمز عليكم الرجوع إلى معلم الصف لمناقشة الدرس والإجابة على جميع استفساراتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته